وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي مادة الفلسفة تم الاستعانة بنوطة الأستاذ عبدالقادر الصالح في الحل تقدمت مبادرة ضوء لصوت المتطوعة سهير حاج عمر يغطي هذا التسجيل حل ورقة عمل الوحدة الثانية عشر من صفحة 175 حتى صفحة 177 ورقة عمل وحدة المجتمع المعاصر 1. أفكر إن الصداقة تورث عدداً من الأمور المهمة في الحياة وهي الكرم ونكران الذات والمحبة غير المشروطة أذكر أدواراً أخرى للصداقة من تجربة خاصة الجواب شعور الإنسان بالسعادة والقيمة والأهمية الاجتماعية والقوة عندما يكون حوله أصدقاء سؤال رقم اثنان أتأول يقال هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة وهناك من يكون علامة فارغة فاختر الصديق الحقيقي واحذر من الصداقة المزيفة ما معنى هذا القول؟ جواب أي أن بعض الأصدقاء يكونون لك عامل قوة وسنداً لك عن الشدائد والمحن وبعضهم يكونوا سبباً في تعاستك وانهيارك فاختر الصديق الحقيقي وابتعد عن المزيف سؤال إلى أي مدى أتفق أو أختلف مع القول السابق؟ أذكر مبرراتي جواب أتفق معه لأن بعض الصداقات تكون صداقة مصلحة ومنفعة وليست صداقة حقيقية سؤال الثالث أفكر ما السلوكيات التي تلاحظها على تصرفات من حولك والتي تشير إلى أنهم أصدقاء؟ جواب مساعدتي عند الشدائد مشاركتي أفراحي وأحزاني الشعور بالحنين عند ابتعادي عنهم سؤال الرابع أتأمل ماذا يحدث لو؟ جلست أمام التلفاز فترات طويلة كل يوم الجواب الملل والعزلة اثنان صديقك المقرب وقع في مشكلة الجواب أذهب إليه وأساعده على حلها ثلاثة دعتك إحدى المؤسسات الاجتماعية للعمل معها تطوعا الجواب أذهب وأشارك في هذا العمل سؤال أبرر إجابتي وأدعمها بالحجج الجواب الجلوس لساعات طويلة يسبب أضرارا على الإنسان من نواحي مختلفة ومساعدة الأصدقاء واجب والمشاركة في الأعمال التطوعية واجب اجتماعي علينا القيام به سؤال الخامس أفكر إذا كنت أتفق مع القول أن مصطلح الخدمة الاجتماعية يرتبط على وجه الخصوص بتهيئة وتحسين بروف حياة الأفراد المادية والاجتماعية والعقلية والعاطفية فما هي حججي ومبرراتي لهذا التأييد؟ جواب لأن الإنسان في البداية يبحث عن الخدمات الأساسية في الحياة التي لا بد من توفرها أولا ثم الاتجاه نحو الخدمات الأخرى الاجتماعية أو غيرها سؤال التحاور دار حوار بين مرشد اجتماعي وأحد الآباء الذين يستخدمون العنف مع أبنائهم ماذا قال كل منهما للآخر؟ جواب المرشد دع الأب لاستعمال الحوار والأب رد عليه بعدم جدوى ذلك سؤال هل يمكن التوفيق بينهما؟ الجواب نعم من خلال الإقناع والتأكيد وذكر الأمثلة وتجريب أسلوب الحوار من الأب سؤال أبرر وجهة نظري الجواب لأن العنف لا يولد إلا العنف وهو ليس حلاً صحيحاً وأسلوباً ناجحاً في المجتمعات سؤال استنتج ما السلوكيات التي ألاحظها على تصرفات بعض من حولي والتي تشير إلى حاجتهم للإرشاد الاجتماعي؟ الجواب 1- العزلة 2- القلق 3- عدم الطمأنينة 4- التصرفات الشاذة 5- التدخين في سن المبكرة سؤال أتحاور مع مرشد اجتماعي وأقترح حلولاً للظاهرات الاجتماعية استلبية الآتية بمساعدة رفاقي ثم أصنفها في الجدول التالي الجواب الظاهرة عمل الأطفال الحلول المقترحة توعيتهم بأهمية التعليم في مرحلة الطفولة وترك العمل ظاهرة زواج القاصرات الحلول المقترحة تعليم البنات والتأكيد على أهمية التعليم للقاصر بدل الزواج الظاهرة إدمان المخدرات الحلول المقترحة توعية المواطنين بإخطار المخدرات على الصحة الظاهرة السرقة الحلول المقترحة البحث عن أسبابها ووضع حلول لها الظاهرة عدم الاندماج الاجتماعي الحلول المقترحة تفعيل دور الإرشاد الاجتماعي والنفسي الظاهرة تدخين الأطفال الحلول المقترحة توعيتهم بأخطاره على صحتهم سؤال أكتشف أكتب بحثاً قصيراً عن أخلاقيات الإعلام المعاصر وأقدم فيه عدداً من الأمثلة جواب أضحى الإعلام المعاصر اليوم متاحاً لكل فرد في كل دول العالم المتقدم منه والنامي وأصبح من الضروري على الدول أن تنشر الثقافة الواعية لدى أفراد مجتمعها حتى يكون أقل عرضة لخطر هذا الإعلام والتصدي لحملات الغزو الثقافي والتأكيد على المحافظة على الأصالة وحماية التراث في مواجهة العالمة والثقافات الدخيلة على ثقافتنا العربية سؤال أستنتج أبين الصواب والخطأ فيما يلي مع التعليل 1- عرض مشاهد العنف على الأطفال الجواب خطأ لأنه يؤدي إلى اعتياد العنف 2- عدم المساهمة في الأعمال الاجتماعية التطوعية الجواب خطأ لأن المشاركة تساهم في اندماج أفراد المجتمع 3- تحمل المسئولية الاجتماعية الجواب صواب لأن تحمل المسئولية يساهم في نهضة المجتمع 4- ينتهي الحوار دائما إلى اتفاق الأطراف المتحاورة الجواب صواب لأن الحوار أسلوب ناجح في الحياة سؤال أحدد معنى أوضح معنى المصطلحات الآتية 1- العمل التطوعي جواب هو الجهود والخدمات التي يقوم بها شخص معين أو مجموعة من الأفراد أو مؤسسة معينة بهدف تقديم المساعدات والخدمات للمجتمع أو فئة معينة دون توقع مقابل لهذه الجهود المبدولة 2- الصداقة جواب هي علاقة اجتماعية تربط بين شخصين أو أكثر تقوم على أساس التعاون والمودة والتعاطف والمشاركة في الميول تقويها الألفة ولا يمكن تصور الصداقة بدون ثقة متبادلة 3- الإعلام جواب يعني انتقال وتبادل المعلومات من فرد أو جماعة إلى أخرى سواء عن طريق الكلام أو الحديث أو الإشارات أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ولوسائل الإعلام دور كبير في تحقيق هذا الاتصال وإنتاج المعلومات 4- الزمالة جواب هي العلاقة الأقل من حيث التفاعل والمشاركة وتسمى معارف اجتماعية ويغلب عليها المشاركة بالأنشطة أو العمل أو الواجبات مثل زملاء الدراسة، الجيران أو أعضاء النادي 5- صداقة الفضيلة جواب تتأسس على أساس أخلاقي بعيدا عن المنفعة والمتعة تقوم على الاحترام والمحبة للصديق والتضحية من أجله وهنا تكون المنفعة نتيجة للتعاون والتضامن وليست غاية وهي أفضل أنواع الصداقة وكثرها استقرارا وتدوم طويلا سؤال أستنتج إذا كنت أتفق مع القول تخفف الأعمال التطوعية من المشكلات المؤثرة على المجتمع والأفراد فما هي حججي ومبرراتي لهذا التأييد؟ جواب لأن الأعمال التطوعية تساهم في اندماج أفراد المجتمع مع بعضهم البعض وتطوي علاقات الصداقة والتعاون بين أفراد المجتمع سؤال أفكر أعبر بالرسم عن أهمية العمل التطوعي ودعمي لثقافة التطوع الاجتماعي طبعا لا يوجد جواب لهذا السؤال لا يوجد جواب مكتوب لهذا السؤال لأنه يطلب لأن المطلوب هو الرسم سؤال أستنتج لكي يقنع الإعلان أكبر عدد من الناس تستخدم بعض الإعلانات معلومات واقعية إلى جانب الاستجداء العاطفي للجمهور ودلل على صحة أو خطأ هذه العبارة جواب أرى أن هذه العبارة خاطئة لأن الإعلان من الأفضل أن يخاطب العقل أكثر من العاطفة فيعتمد على الإقناع العقلي للتأثير على عاطفة المشاهد سؤال أتأمل أتأمل الصورة وأجيب الصورة بعنوان تأثير وسائل الإعلان يظهر في الصورة شخص يجلس يشاهد التلفاز تظهر يد من التلفاز حاملة جهاز التحكم عن بعد وتضغط عليه فتؤثر على عقل الشخص الجالس أمام الشاشة سؤال ما الأفكار التي تتضمنها الصورة؟ جواب تأثير وسائل الإعلان على الإنسان سؤال أستنتج النقاط الإيجابية فيها الجواب التعرف على أخبار وثقافات العالم سؤال أوجز النقاط السلبية التي تشير إليها الصورة جواب العنف والغزو الثقافي سؤال أكتب تعليقا على الصورة وأقدم حلولا للمشكلة من وجهة نظري الجواب يجب على الفرد اختيار المحطات والمواقع الإعلامية بدقة ومعرفة أجندات كل منها وتمييز الصحيح منها من الخاطئ سؤال أجيب أنقض بعض السلوكيات التي لا تتفق مع الأخلاقيات الإعلامية من واقع مشاهداتي اليومية الجواب نشر العنف من خلال الأفلام وبرامج الأطفال والتي تؤدي إلى تقليد المتابعين لهذه التصرفات والأعمال سؤال من خلال فهمي لنص نحن والإعلام أركب مقطعا فكريا أوضح فيه تأثير وسائل الإعلام على حياتي الجواب تؤثر وسائل الإعلام بشكل كبير في سلوكيات الأفراد من خلال ما تعرضه من مواد وخاصة برامج الأطفال فهي تؤثر بشكل كبير في سلوك الأطفال وأيضا الأفلام والمسلسلات المدبلجة فهي تؤدي إلى ثقافات دخيلة على مجتمعاتنا مثل الثقافة الهندسية وغيرها من الثقافات التي قد يقلدها البعض انتهى التسجيل